بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الخامس والثلاثون بعد المئة الثانية الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد قال الشيخ رحمه الله جوابا عن سؤال أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال أكثر من الأعمال الخمسة المذكورة في حديث جبريل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت استطعت إليه سبيلا وما جاء بمعناه لماذا قال الإسلام هذه الخمس؟ قال الشيخ أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها وبقيام العبد بها يتم إسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد قياده والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يحب الله الذي يجب لله عبادة محظة على الأعيان فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين وهذه هي الخمس وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك وإما أن يجب بسبب حقا للآدميين يختص به من وجب له وعليه وقد يسقط بإسقاطه وإذا حصلت المصلحة أو الإبراء إما بإبرائه وإما بحصول المصلحة فحقوق العباد مثل قضاء الديون ورد الغصوب والعواري والودائع والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض إنما هي حقوق الآدميين وإذا أبرئوا منها سقطت وتجب على شخص دون شخص في حال دون حال لم تجب عبادة محظة لله على كل عبد قادر ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى بخلاف الخمسة فإنها من خصائص المسلمين وكذلك ما يجب من صلة الأرحام وحقوق الزوجة والأولاد والجيران والشركاء والفقراء وما يجب من أداء الشهادة والفتيا والقضاء والإمارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض الناس دون بعض لجلب منافع ودفع مضار لو حصلت بدون فعل الإنسان لم تجب فما كان مشتركا فهو واجب على الكفاية وما كان مختصا فإنما يجب على زيد دون عمر لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى الخمس فإن زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمر وأقاربه فليس الواجب على هذا مثل الواجب على هذا بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله والأصناف الثمانية مصارفها ولهذا وجبت فيها النية ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه ولم تطلب من الكفار وحقوق العباد لا يشترط لها النية ولو أدىها عنه غيره بغير إذنه بريئت زمته ويطالب بها الكفار وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد وفيها شوب العقوبات فإن الواجب لله ثلاثة أنواع عبادة محظة كالصلوات وعقوبات محظة كالحدود وما يشبهها كالكفارات وكذلك كفارات الحج وما يجب بالنذر فإن ذلك يجب بسبب فعل من العبد وهو واجب في ذمته وأما الزكاة فإنها تجب حقا لله في ماله ولهذا يقال ليس في المال حق سوى الزكاة أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة وإلا ففيه واجبات بغير سبب المال كما تجب النفقات للأقارب والزوجة والرقيق والبهائم ويجب حمل العاقلة ويجب قضاء الديون ويجب الإعطاء في النائبة ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضا على الكفاية إلى غير ذلك من الواجبات المالية لكن بسبب عارض والمال شرط وجوبها كالاستطاعة في الحج فإن البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرط والمال في الزكاة هو السبب والوجوب معه حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلد آخر وهي حق واجب لله تعالى ولهذا قال من قال من الفقه إن التكليف شرط فيها فلا تجب على الصغير والمجنون وأما عامة الصحابة والجمهور كمالك والشافع وأحمد فأوجبوها في مال الصغير والمجنون لأن مالهما من جنس مال غيرهما ووليهما يقوم مقامهما بخلاف بدنهما فإنه إنما يتصرف بعقلهما وعقلهما ناقص وصار هذا كما يجب العشر في أرضهما مع أنه إنما يستحقه الثمانية وكذلك إيجاب الكفارات في مالهما والصلاة والصيام إنما تسقط لعجز العقل عن الإيجاب لا سيما إذا انظم إلى عجز البدن كالصغير وهذا المعنى منتف في المال فإن الولي قام مقامهما في الفهم كما يقوم مقامهما في جميع ما يجب في المال وأما بدنهما فلا يجب عليهما فيه شيء وبعد هذا الاستطراد عاد الشيخ إلى الموضوع الذي يتحدث عنه وهو الاستدلال على دخول الأعمال في مسمى الإيمان فقال قال محمد بن نصر واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكر بالآيات التي تلوناها عند ذكر تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إيمانا واستدلوا أيضا بما قص الله من إباء إبليس حين عصى ربه في سجدة واحدة أمر أن يسجدها لآدم فأباها فهل جحد إبليس ربه وهو يقول ربي بما أغويتني ويقول ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون إيمانا منه بالبعث وإيمانا بنفاذ قدرته في إنظاره إياه إلى يوم يبعثون وهل جحد أحدا من أنبيائه أو أنكر شيئا من سلطانه وهو يحلف بعزته وهل كان كفره إلا بترك سجدة واحدة أمر بها فأباها قال واستدلوا أيضا بما قص الله أيضا من نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إلى قوله فأصبح من الخاسرين قالوا وهل جحد ربه وكيف يجحده وهو يقرب القربان قالوا قاله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ولم يقل إذا ذكروا بها أقروا بها فقط وقال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به يعني يتبعونه حق اتباعه فإن قيل فهل مع ما ذكرت سنة ثابتة تبين أن العمل داخل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله قيل نعم عامة السنن والآثار تنطق بذلك منها حديث وفد عبد القيس ولفظه آمركم بالإيمان آمركم بالإيمان بالله وحده ثم قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا خمس ما غنمتم وذكر أحاديث كثيرة توجب دخول الأعمال في الإيمان انتهى ما نقله الشيخ عن محمد بن نصر في استدلاله على دخول الأعمال في حقيقة الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمرجية الذين يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة في القلب أو مجرد التصديق في القلب ولو لم يكن معه عمل وهو قول باطل وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ترجمة نانسي قنقر شكرا